في بداية عمر هذه الحكومة بالتحديد بحزيران 2018 كان سقف التوقعات عالي جدا والاعتقاد أن الأمور تسير إلى الأحسن عالي جدا والثقة برئيس الوزراء وكذا عالية جدا وبصراحة نحن كنا متخوفين كفريق حكومي من هذا الاستطلاع الأول لسبب واضح أن ليس لدينا عصى سحرية حكومة الرزاز لم تختلف كثيرا عن الحكومات التي سبقتها في النهج المتبع فجميعهم يرون أن جيب المواطن هو السبيل الوحيد للخروج من أزماتهم الاقتصادية من كلال رفع الأسعار وفرض المزيد من الضرائب على السلع الأساسية أسعار الدجاج والبيض ارتفعت بشكل هائل ليأتي الدور على منتجات الألبان باتفاق بعض المصانع برفع أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى ما يقارب 25% أصحاب مصانع الألبان برروا أن قرار الرفع جاء بيناء على رفع نسبة الضريبة عليهم من قبل الحكومة إضافة إلى ارتفاع أسعار الحليب البقري ما رفعنا أسعار، إحنا اليوم كانت أسعار الألبان 2014، 2015، 2016 أغلى من سعر الرفع اللي أنتم تسمونه رفع هو فعليا كان فيه وضع السوق والقوة الشرائية وكميات الحليب المعروضة بالأسواق الكبيرة فنحنا بال2017-2018 والجزء من 2019 عملنا عروض هل إحنا ذكرتنا بسيطة لهذه الدرجة؟ ما كنا مستهلكين قبل فترة؟ ما كنا نشتي علبة للابان 135 قرش؟ ما كانت أسعار الكهرباء أقل من هيك؟ ما كان عندنا أسعار الماء أقل من هيك؟ ما كانت ضريبة 4% بدل 10%؟ وزارة الصناعة والتجارة بدورها أكدت أنها لم توافق على ما تم الاتفاق عليه بين بعض أصحاب مصانع الألبان القاضي برفع أسعار منتجاتها على أن يتم تشكيل لجنة لمتابعة القرار ولن تسمح بالعمل به إذا لم تقدم المصانع مبررات لقرار رفع أسعار منتجاتها وزارة الصناعة والتجارة والتوميين فورا تلقيها معلومات حول قيام عدد من الشركات بزيادة أسعار الألبان قامت بتشكيل لجنة برئاستها وعضوية ممثلين عن وزارة الزراعة وكافة أجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص هذه اللجنة بشرت عملها اعتبارا من هذا اليوم للوقوف على مدى صحة هذه المعلومات من جهة وأيضا دراسة أسعار الألبان واحتساب كلف إنتاجها وهو مشئ الربح التي تتحقق للشركات الجمعية الوطنية لحماية المستهلك أكدت أن اتفاق مصانع الألبان لرفع أسعار بعض منتجاتها يعد مخالفة صريحة وخرقا واضحا لقانون المنافسة ومنع الاحتكار الخاص بوزارة الصناعة والتجارة احنا طالبنا من المقاطعة من أول مبارح واحنا ندعو المواطنين وربات البيوت أن يستمروا في المقاطعة احنا عملنا لبن في البيت لبن بالبيت حليب طازج موجود بالأسواق ومنهم عامل بودرة والبودرة طبعا هي ما بتكلفش 30-40 قرش الكيلو يعني والستات العاملات حليب طازج يمكن 60-65 قرش فقط المواطن المتضرر الأكبر من الارتفاع المستمر غير المبرر للأسعار قرر وبالاتفاق مقاطعة جميع منتجات الألبان ورأوا أن الموجة المستمرة في رفع الأسعار ليست إلا محاولة لإخفاء فشل الفريق الاقتصادي للحكومة بالتغلب على الأزمة الاقتصادية يعني هو كان على السعر اللي هو أديم عليه ونحن بشدد نجيبه وندفع كمان 25% بحطه نسبة النايترك فيه أعلى من النسبة الطبيعية وبحطه فيه ناشا كمان وعم سؤليتي بناشد الشعب الأردني أي سلعة مش بس الألبان لو ترتفع لو 1% أو 2% أنه يكون في عندهم معي ونهم مقاطعة وأي منتج برتفع يعني وما زالت مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة تتربع على رأس قائمة المشاكل للمواطنين في الأردن إذ أن الأعباء الاقتصادية المباشرة التي تتمثل بالفقر والبطالة وغلاء الأسعار تثقل حياة المواطن الأردني